السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في هذا الدرس الذي سوف نقدمه لكم والذي يتضمن بحول الله حول كيف نستطيع نقوم بتحديث متشار جوجل بلاي لهواتف الاندرويد بطريقة يعني في متناول الجميع نبدأ شرح الدرس مباشرة حتى لا نطير عليكم نذهب إلى متشار جوجل بلاي هذا هو متشار جوجل بلاي مشاهدينا ثم نختار في الأعلى نذهب إلى الحساب الخاص بنا ثم نقوم بالضغط على إعدادات أو سي تينكس ثم نختار الاختيار الأخير المسمى بأباوت يعني حول متشار بلاي وإعدادات أخرى تعطينا هذه الواجهة أو هذه الواجهة ثم نجد في الأسفل بلاي ستور فيرجن ويعطيك أبديت بلاي ستور يعني تحديث بلاي ستور بالأخضر نضغط عليها فقط هكذا ثم نضغط على got got it هكذا نعم got it يعني سوف يقوم بالتحديث إن كان بطبيعة حال محدث سوف يعني يقول لك أن متجرك لديه تحديث الأخير أو إن كان غير يعني التحديث القديم ويتطلب أنك تقوم بتحديث التحديث الجليد ف يثبته من خلال الضغط عليها مباشرة كان هذا هو الدرس مشاهدينا اليوم حول كيف نستطيع نقوم بتحديث متجر جوجل بلاي الخاص بهواتف الاندرويد بطريقة بسيطة ونتمنى هذا الدرس قد أفادكم بطبيعة الحال ونرجو منكم بدعمنا بلايك واشتراه للقناة وترك تعليق محفز حتى وأسئلة بطبيعة حالي كانت لديكم فتركوه لنا في خارة التعليقات حتى نجيب على جميع الاستفسارات والجميع الأسئلة التي لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر